طيب الله يمسيكم بالخير جميعان ورمضان مباركة على الجميع أنا بحاول أتكلم باللغة العربية وإن شاء الله بتشوفهم سلايداتي مكسومة اللغة العربية والإنجليزية وأي سؤال أنا حاضر راح أتكلمكم على الـ Basic Occupational Health Program and Dental Centers هل أو عندي سؤال بس في بداية الـ presentation هل في عندكم أبدا يتجاوه بسرعة هل في عندكم عيادة صحة مهنية في مركز ضب الأسلام اللي اشتغلوا فيه نحن في المستشفى عندنا كويس اتفاقية عن المستشفى very nice طيب بسم الله خلونا نتكلم اليوم على البرنامج الأساسي للصحة المهنية في مراكز طب الأسنان الـ Objectives اللي بتكون عندنا اليوم التعريف الطب المهني والإصابة المهنية والمرضة المهني النطاق الخدمة مقدمة ومهام عيادة الصحة المهنية الملف الطبي المارس الصحي النماذج طرق التسجيل تحصينات وفحوصات الموظف الصحي في مركز طب الأسنان التعامل مع حالات الإصابات المهنية المختلفة جولة رصد الأخطار المهنية ثم سيكون هناك نقاش مفتوح سريع تعريف الطب المهني الطب المهني هو فرع جديد من المارسة الكلينيكية والذي يكون محور اهتمامه في مجال الصحة المهنية تعريف الصحة المهنية الصحة المهنية هي التعزيز والحفاظ على أعلى مستوى من الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية لكل الموظفين في كل الوظائف طبعاً راح أمشي بسرعة في التعريفات تعريف الإصابة المهنية وهذه مهمة جداً لنا نعرفها هي حدث عرضي ومفاجئ أثناء أسbe managed to write in the left side of the show okay because I think English speakers in the in this lecture is only 16% okay so I'm really sorry I will try to speak Arabic and English okay but you can read I think it's obvious there so the 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 مهام العمل أدى إلى أضرار جسدية ونفسية الموظف الإصابة المهنية تشمل وهذا المهم عندنا الحادث الذي يقع الموظف أثناء العمل أو بسببه رقم 2 الحادث الذي يقع الموظف أثناء طريقه بمسكنه إلى محل عمله وبالعكس هذه تعد إصابة مهنية لما يصير أي حادث الموظف حادث سير ما بين البيت ومكان العمل هذه تعتبر أيضا إصابة مهنية وأيضا العكس من مكان العمل إلى المسكن هذه تعد إصابة مهنية لا قدر الله الحادث الذي يقع الموظف أثناء طريقه من مكان عمله إلى المكان الذي يتناول به طعامه ويؤدي صلاته وبالعكس الحادث الذي يقع العامل أثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل طبعا يشترط إثبات كل هذه الحالات الثلاث يعني الحالة الأخيرة أنه يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل يكون فيه تكليف رسمي مع الموظف لو مثلا حصلوا حادث في الطريق لا قدر الله لم يكن معه تكليف رسمي أنه راح يأدي مهمة يوصل أغراض يجيب أغراض هذه تعد إصابة مهنية تعريف المرض المهني هو المرض الذي ينشأ أساسا بسبب تعرض المخاطر المهنية الموجودة في بيئة العمل وهنا التفريق ما بين الـ Occupational disease والـ Work-related disease خلاص في عندنا مرض مهني وفي عندنا مرض متعلق بالعمل خلاص التفريق بينها سهل جدا وهو أنه الـ Occupational disease is that disease that arise from risk factor that only present at work like asbestos like TB in some cases بينما الـ Work-related disease هو المرض متعدد للأسباب الذي يمكن أن تكون بيئة العمل سببا في حدوثه أو زيادة شدة المرض يعني هو مرض له أسباب عديدة بس ممكن تكون بيئة العمل عامل مهم لوجود هذا المرض ولكن في أسباب أخرى شكلت هذا المرض من الأمراض المتعلقة بالعمل اللي هو مرض الضغط خلاص مرض ضغط الدم مرض الـ COPD اللي هو القرحة المعدة هذه الأمراض تكون بسبب ضغوطات العمل يعني هذا مثبت أن ضغوطات العمل تتسبب في حدوث هذه الأمراض ولكن هناك أسباب وراثية أسباب بيئية أسباب جينية أسباب بتعرضات أخرى موجودة في خارج بيئة العمل قد تسبب هذا المرض مهام الصحة المهنية في مراكز الأسنان واحد حفظ الملف الطبي اثنين التاريخ المرضي الطبي والمهني ثلاثة تقديم خدمات الصحة المهنية الصحة المهنية في مكان العمل هدفها لما يكون في عيادة صحة مهنية عندكم في السنتر في السنتر تروا هدفها الأساسي هو حفظ الملف الطبي ريكورد كيب ريكورد حفظ الملف الطبي لهم من قبل التوظيف إلين ما يتقاعد الموظف أو ينقل لمنشأة أخرى هذا هدف الصحة المهنية الأساسي رقم اثنين التاريخ المرضي الطبي والمهني حفظ التاريخ المرضي والمهني أيضا في ملف المريض الرقم الثلاثة تقديم خدمات الصحة المهنية والخدمات الصحة المهنية هذه كثيرة وراح نجي عليها كاملة بس نتكلم عن حفظ الملف الطبي لأنه مهم جدا في البداية طيب يجب توفر ملف طبي هذا حفظ ملف الطبي أول شيء يجب توفر ملف طبي لكل الموظفين قد يكون ملف الطبي ورقي أو الكتروني كل ملفات الورقية يجب تغييرها للملفات الكترونية عند توفر التقنية المناسبة يجب حفظ ملفات الموظفين وهذه مهمة جدا نقطة هذه يجب حفظ ملفات الموظفين في مكان آمن وسري وتكون منفصلة عن ملفات المنظم إذا ما حصل أنه عيادة صحة المهنية ما لها لازمة حقيقة إذا الملفات اللي فيها ما هي موجودة في مكان آمن ومفصولة عن ملفات الموظفين وما أحد يطلع عليها عدم وجود عيادة أفضل لأنه أهم شيء سرية البيانات الموجودة في ملفات الموظفين عن زملائهم خلاص الملفاتنا كمرضة اللي موجودة في المستشفيات ما أحد يطلع عليها ولا أحد يعرف أسماءنا ولا أحد يعرف رقم الهوية وكذا لكن كون أني أنا وزملائي عندنا عيادة في نفس المنشأة اللي حنا نعمل فيها وملفاتنا فيها وأسرارنا المرضية فيها وكل الفحوصاتنا فيها قد يكون هناك بعض الملاقيف طبعا ليش أقولها بهذا الصيغة بهذا التعبير لأنه موجود وحصلت مشاكل كثير في كثير من المستشفيات ومن المراكز أنه الناس تبحث برقم السجل المدني ولا تبحث تدخل تفتش في ملفات الموظف ويطلعون النتائج اللي عنده استارت أنه تطلع الإشاعات على الموظفها الفلاني أو كذا بما يؤدي إلى أنه خلاص بعضهم يفصل من العمل أو يطلع منه فهذا الأهمية في عيدة صحة مهنية كيف ممكن نطبق السرية؟ لدينا مشروع هنا في أحد المستشفيات عملناه أنه إذا الملفات ورقية تحفظ في خزانة خاصة في عيدة صحة مهنية مغلقة ما في المفتاح لما مع جخص واحد إذا الملفات الإلكترونية وهنا اللي فيها الإشكال الإشكال فيها الملفات الإلكترونية يخلوكم معاي يعني عشان أبغى كل واحد منكم يكون سفير في مكان عمله في السنتر اللي هوبي لما يكون في عيدة صحة مهنية يوصلهم هذه الفكرة أنه الملفات بحيث يعمل حجب بحيث يعمل حجب بحيث يعمل حجب الحين هي إن شاء الله كيف صوت تطرح؟ الحين الصوت طيب 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 هو نوع أنه مع الآي تي مع الآي تي المركز الملفات ويحجب الملفات يحجب الموظفين يفتح إلا من الجوتر المول أرجون هذه واضحة بس الملفات الموظفين وأي شيء يخص حتى تحاليلهم إحنا عملناها أن حتى التحاليل حقة الموظفين ما ما تفتح إلا من العيادة العيادة الصحة مهنية كيف مواضح صوت واضح يا أخوان صوتي ولا كيف واضح إذا هي ورقية تكون موجودة في عيادة الصحة مهنية ومغلقة أيضا خلاص الله يعطيكم العافية طيب الملف الطبي ممتاز الآن أغلب إلكتروني أنا أعرف عشان كذا فيها تحدي طيب في نتكلم إنجليزي يا جماعة شل الفترة هذا ولا نكمل زي كذا طيب 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 توكلنا على العرب أغلب نعرب وهو اللي أنا أعرف أقل من 20% إنجليزي لكن واضح لهم في الشاشة طيب محتوية من الملف الطبي الموجود في عيادة الصحة المهنية البيانات الشخصية المارس الصحي التاريخ المرضي والفحص السريري التاريخ المرضي المهني مستندات تحصينات الفحص الأولي للممارس الفحص الدولي للممارس الصحي طيب وكلها راح نتكلم وكلها راح نتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله طيب الملف الطبية احتوي على هذه الأشياء أيضا إكمالها نتائج كل الاختبارات طبية تشوفون قدامكم الاختبارات طبية اللي احنا نعملها في عيادة الصحة المهنية بما فيهم ما في سرية مركزي أنت الآن السفير أوكي اللي كتب ما في سرية مركزي أنت الآن السفير لنقل المعلومة الله يعينك خلاص الحين المهمة عليك لنقل المعلومة لعيادتكم وخليك مبادرة أنه 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 يكون في سرية للملفات الموظفين ما نبغى نسوي صحة مهنية عندنا إن شاء الله في مراكزنا في مستشفاتنا وتكون عالة على الموظف مسكين أو يكون أنه تكون يعني تحدث أثر سلبي عليه خلاص الفرق بين عيادة صحة العاملة والصحة مهنية أي أن كان سواء تحفظ في عيادة الموظفين وقسم كافة عدوى هي هي نفس الشيء المهم نحن نتكلم عن العمل اللي يبذل العمل اللي يقدم إيش نطاق الخدمة ما هي الخدمات المقدمة في هذه العيادة التي يجب أن تقدم في هذه العيادة سواء كان اسمها صحة عاملين صحة مهنية تتبع قسم كافة عدوى أو كانت عيادة صحة مهنية خلاص ما في ما في ما في ما في إشكال أهم شيء مركز رعاية الصحية لابد يكون فيه نحن نتكلم عن أي شيء مستشفى مركز رعاية الصحية مركز طب أسنان خاص مستشفى خاص لازم يكون فيه عيادة في في أي منشأة صحية نحن نقول لها منشأة صحية أنه أنه لازم يكون فيه عيادة الصحية من يتقدم هذه الخدمات فحص أولي ما قبل ما قبل التوظيف ثم فحص سنوي لكل الموظفين الصحيين وقد يكون سنتين نحن راح نجي عليها للموظفين الإدارية اللي بعيدين على الكنتاكت مع المريض خلاص وتقدم خدمات صحية اللي إحنا اللي إحنا نتكلم عليها مفترض طبعا يمسكها يمسكها يكون من محتويات العيادة طبعا عفوا يقدم خدمة في العيادة طبيب وممرضة لازم يكون طبيب أي أن كانت خصصة خلاص طيب نجي خلونا نكمل رقم سبعان اتائج اختبارات الطبية شوفونا هنا الهيباتات بي هيباتات هيباتات تي بي تاكسيكولوجي تاكسيكولوجي ريبورت شوفو كيف هذا خطير أول تمام هذه هذه لازم تكون موجودة كفحص أولي هذا رقم سبعة النقطة رقم سبعة هذا الفحص الأولي المريض اللي العفو للموظف قبل ما يدخل عندنا في المنشأة لازم يعمل له هذي كبايز لاين له خلاص طيب رقم اللي بعدها سجل لكل زيارة عيادة وقيود العمل مفترض كل تاكسيكولوجي ريبورت هذا فحص السموم اللي يصير قبل الوظيفة فحص السموم خلاص اللي ما يفهم عربي يترون 15% فقط وذي كان ريد خلاص خلوكم معنا كل الإصابات المهنية المتعلقة بالعمل أي إصابات مهنية تحصل الموظف في وظيفته سواء نيدل سيك انجري فول انجري كوفيد ناينتين واتفر هذه الإصابات المهنية يجب تسجيلها في ملف الموظف أي اعتلالة جسدي ونفسي يجب معرفته وتوثيقات وتحالي المخبرية السروية والذورية طيب التاريخ المرضي مفصل وكامل خلاص التاريخ المرضي مفصل وكامل هذه أيضا مهمة التاريخ المرضي طبعا الأمراض السابقة خصوصا الأكزيمة التأتوبية الربو أمراض الرئة والقلب أمراض الجهاز العضلي هيكل طبعا ننسويتها لكم كذا لأن هذه هي أكثر الأمراض المنتشرة في عيادات الأسنان اللي احنا نخاف عليهم نبقى نكون في قبل ما يدفل عندنا سواء كان طبيب أسنان أو مساعد صحي أسنان أو أي أن كان بتعرض للمواد الكيميائية أو أي مواد خطيرة موجودة في العيادة يجب أن يكون عندنا هستري على الأمراض الربو خلاص وأمراض الأكزيمة أمراض الجهاز العضلي الهيكلي اللي هو المسكولي سكيلتال ديسوردر خلاص هذي لأن فيه حاجة عندنا اسمها أكيبيشن الأزمة أو الربو المهني ينشأ من التعرض لل للفيومز والأبخرة الموجودة في مكان العمل موجودة هذه في طب الأسنان بكثرة ونشوف الحالات كثيرة عند طب الأسنان يكون في عنده ربو طبيبه ما هو قادر يعالج ربو هذا ما هو قادر يوصل حتى فور مهم قادر يعالجوا فالأخير السبب عيادة الأسنان فيها بعض الأبخرة أو الفيومز المستخدمة والمواد الكيميائية هي اللي تسبب الربو بشكل يومي طيب الفحص السريري مكتمل والتاريخ المهني مفصل وكامل طبعا هذا اللي يهمنا في عيادة صحة مهنية أو حين نختلف عن باقي العيادات خلاص وهذا اللي تخلينا نشخص بشكل صحب تخلينا مخنا يتجه للمخاطر المهنية بشكل صحيح التاريخ المهني مفصل كامل وين كان يشتغل فين يشتغل بالضبط الآن في أي قسم يشتغل مدة التعرض نوع التعرض القسم أدوات الحماية المستخدمة في السابق لما نعرف أن شخص كان يستخدم 95 مثلا بكثرة في السابق نعرف ليش نسألوا بالضلط ليش كنت تستخدم 95 لما يستخدم مثلا الببر لما يستخدم نعرف ليش كان يستخدم وصف العمل يقوم بها حاليا وسابقا الرضا على الوظائف السابق والحالية إلى آخر طيب جئنا على الرقم الثالث اللي قلت لكم خدمات الصحة المهنية اللي تقدم عندنا في العيادة خلاص هذه الخدمات آي كان اسم العيادة قلنا صحة مهنية عيادة الموظفين صحة مهنية عيادة موظفيين تتبع الكهفة تعدو وتتبع الصحة المهنية أي كان بعد حفظ الملف الطبي وعمل التاريخ المرض المهني هذه الخدمات اللي نقدمها في العيادة خلاص يجب أن كل عيادة تقدم هذه هذه الخدمات خلاص أول شي فحص قبل التوظيف الفحص الأولي للموظف الجديد الفحص الأولي وراح نعرف الفحص الأولي أو الفحص الابتدائي أي كان اسمه pre-employment medical examination والأخر pre-placement medical examination لأن توظف نقول لها pre-placement يعني قبل ما نحطه في مكار قبل ما يباشر الفحص الأولي الابتدائي لكل الموظفين الجديد الفحص الطبي الدوري لكل الموظفين حسب التعرض المهني وهذه باختصار الفحص الطبي الدوري إنها كل سنة يجب على الموظفين الصحيين أن يزورون عيادة الصحة المهنية ويصير لهم فحص دوري إحنا راح نشوف إيش اللي يكون فيه عدا قلنا الموظفين الإداريين اللي بعيدين تماما أو اللي بعيدين عن الـ هذا نخليهم كل سنتين التطعيمات المارسين الصحيين اللي عندنا في الدينتل سنتر وإحنا راح نعرف التطعيمات هذه التعامل مع الإصابات المهنية تقييم العجز المهني وتعويض الإصابات هذه النقطة شوية صعبة وتحتاج مختصين وأن يكون فيه طبيب يعني عنده اختصاص في أو حتى في لكن على مهم هذه من الخدمات المفترض الإصابات المهنية التدريب ورصد المخاطر المهنية طيب وش قلت نسوه في الشات يا جماعة ركز وفي هذه أنا أدخل على الشات كل شوية عشان لو في إيش لو في أسئلة بس أو شي مباضح التدريب على ماذا نايس التدريب على المخاطر المهنية وكيف التعامل معها خلاص أرصد المخاطر المهنية راح نتكلم عليها مع عليكم التدريب ندرب الموظف يعني يكون فيه تعرفون اللي يصير في بداية الوظيفة اللي يسمونه الله يقل على الشيطان اللي هو الوريينتيشن كورس الوريينتيشن كورس حنا كصحة مهنية نشارك بإننا نقدم في التدريب إيش المخاطر المهنية المتوقعة في مكان العمل خلاص في عندنا في عندنا مخاطر مهنية اللي هي بايولوجيكال هازردز بايولوجيكال هازردز طبعا معروفة العدوى بكافة نوع في عندنا يا جماعة الخير في عندنا بايولوجيكال في عندنا كيميكال هازردز في عندنا الارغونوميكال هازردز ألمهم فهذا جزء جزء من التدريب إحنا نشارك في الوريينتيشن كورس هذه من خدمات تقدمها صحة مهنية طاقة بالصحة مهنية يجب أنهم يقدمون في الوريينتيشن كورس الموظفين الجدد ولو في تدريب دوري برضو أفضل وأفضل رصد المخاطر مهنية راح أتكلم علينا طيب أرجونا تكون واضحا خلوا بالله الشات للأسئلة هذا الفحص الابتدائي اللي قلت لكم هذا مجرد فورما أنا عملتها عندنا هنا في منطقة عسير وممكن للجميع الاستفادة منها وهي غالبا يعني هي وحدة هي وحدة وغالبا يعني المفهوم الأساسي حقها هو المهم هذا الفحص الابتدائي فحص ما قبل التوظيف خلاص يكون في معلومات في البداية أساسية أنتم تشوفون الماوس لما أحط الماوس أنتم تشوفون أو لما ما واضح لكل لما أحرك الماوس ذي كده أيه كويس خلاص دام مواضح كويس طيب هذه معلومات أساسية للمنشأة اللي إحنا نعمل فيها طيب ثم معلومات الموظف وممكن تزيدونا وتقللونا حسب حسب المتبع بعدين هنا أنا اهتميت في هذه النقطة list of previous occupations chronologically arranged خلاص هذه قائمة بالوظائف السابقة لما يجي واحد عندنا يتوظف في دينتل سنتر أنا أبغى هنا نسجل إيش الوظائف السابقة اللي قلت توظف فيها خلاص أو في مستشفى أو في مركز صحيح أي إن كان أو منقول عندنا ما هو بشرط الموظف جديد هذا نعمله حتى للمنقول اللي ما عنده موظف اللي عفوا اللي ما عنده ملف في مجهاته السابقة فنحط جوب تايتل إيش كان جوب تايتل حقه من متى المتى هنا الفترة اللي كان شغال فيها type of exposure إفأني إيش التعرضات المهنية اللي كان نقدر نقول بايولوجي كان نقدر نقول كذا نقدر نقول صان أي شي أي شي كان يتعرض له في السابق بعدين occupational disease or incidence هذه مهمة إيش الإصابات المهنية اللي تعرض لها في السابق خلاص تمام ثم هنا هذي برضو وضفنا النقطة هذه أو حرصنا عليها past medical surgery هذه لطباء أين كان طاقة من العيادة تسجل إيش الأمراض اللي كان صابت وسابق إيش اللي عنده عنده ضغط السكر عنده كذا عنده حساسية بعدين هنا في جزء الحساسية عنده هنا في جزء social smoking alcohol drug like that بعدين فحص السريري هذا اللي موجود في كل فحص ابتدائي النظر والنطق والسمع وكذا والأشياء هذه أشعة x-ray طبعا أي موظف جديد لازم يكون عنده chest x-ray أي موظف جديد لازم يكون عنده واحدة chest x-ray وما تنعاد إلا أنه في حالات الدغن اللي تعرفون لما يكون positive skin test تنعاد غير كذا يكون عنده واحدة baseline طيب ثم من هنا هذا اللي نحن نهتم فيه كinfection control يكون نعمله baseline أو فحص ابتدائي للفيروس الكبير يبق hepatitis B hepatitis C و HIV خلاص فحص إضافي حسب التعرض حسب ما يشوف الطاقة قبل عادة هذا النهاية أرجو أن يكون واضح كيف ابشروا ابشروا بالنسخة ابشروا ما يهمكم ابشروا بالنسقة للنسخة ابشروا ما يهمكم الزهري ما يعتبر baseline الزهري والأمراض عفوا sexual transmitted ما تعتبر baseline investigations خلاص هذه الأشياء اللي نخاف منها طيب طبعا هذا عفوا ايوة بعدين نقول الفحص الدوري الفحص الدوري الموظفين كلهم طبعا نعمل لهم نعمل لهم HIV سنويا HIV هبتايتس هبتايتس بي هذي حاجة كذا بيزك نعملها سنويا وإحنا اقترحنا هذا الجدول أنه نعمل سنويا أو ما يشابه له ما يشترط أنكم تنسخون النسخ يعني لكن ما يشابه له بحيث نفهم بالفكرة إيش اللي نبغى نعمل دوريا خلاص هنا معلومات إيش يشتغل كران جاب غير الجوب تايتل هتعرفوا في واحد جوب تايتل حقه ممرض ولا مختبرات بس نعمل إداري ولا يشتغل في المكان فلاني إيش الكران جاب حقه لان لما يجيني بعد سنة من الفحص إيش يش 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 إداري حطينا نعمل جود حطينا نعمل كذا بعدين القسم ثم شفتات وهذا موضوع منطور شوية هل المدير في القسم فهم كيف يسوي الشفتات كيف ينقلهم من شفت كيف هل عنده ترتيب معين هذي مهمة جدا لأن هذه خطيرة خطيرة على الموضب كران تاكباش إيش 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 إحنا حاول نحصو هنا بعض الأشياء اللي إيش اللي ممكن تكون تعرضات المهنية الموجودة الآن عنده في عمل الحالي خلال السنة ماضية بلد طبعا بيكون عندنا في الدينتل بلد شارب رون رادي اش طبعا بيكون عندنا هات نو طبعا عندنا في عيدات صح مهنية هذا اللي قلت لكم عليها ديتيرجنز دراج في بريش تولز هذي موجودة في الأسناء هل فيها اهتزازات ولا لا طيب ستريس طبعا والتيبين كمبيوتر كذا ثم من البي بي ايش البي بي اللي يستخدمها ترين ولا ننترين وكذا بعدين هنا نفس اللي قلنا لكم هل حصل عند اي اكوبيشن اكسبوجر او اكوبيشن الديزيز خلال هالسنة الماضية نسجل نسجل لو حصل فيه لقدر الله نسجل التاريخ ونسجل ايش نعمله وش الاتقام هنا حطينا فولي ريكافر ولا ديز ابل ولا كونفر اكوبيشن ديزيز لقدر الله ولا اكويت سفير كوندوشن مثلا دخل عنا مركز الى اخره هل عنده اديشن الورك هذي مهمة جدا 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 نعرف ايش اديشن احيان تكون الدي اي وايز تعرفونها اللي يحبون يصقعون في البيت ويشتغلون وكذا يحب يشتغل في القراج يحب يشتغل في الدهانات يصلح لمبات من وإلى يشتغل النجار يشتغل يعني كهواية هذه مهمة ابشرو ابشرو بالنماذج الهوبيز الهوايات خلاص الهوايات تبعوا ركوب دراجة الهوايات وكذا الهوايات ورسم مع الرامل واتفر هذه مهمة في تحديد المخاطر المهنية اللي نتوقعها ممكن تحصل المريض أو عفوا الموظف حقنا بس نأكد عليها هذه طبعا أنا ملف أنا سويته مقترع يعني أنا ودي أنكم تفهمون الصورة العامة كيف نحن نسوي نموذج ما قبل التوظيم فهو نموذج سنوي يعني إيش نبغى نشوف الموظف تبعنا خلال السنة ماضية نشوف إيش اللي صار عليه تعرضات وإنه يشتغل بالظبط وكذا أبشروا على خاشم يبعطيكم أبشروا I hope those English speakers are following I hope so طيب نجي أيوة هذه النقطة مهمة جدا وأتوقع إن شاء الله أنكم كلكم أصلا تعرفونها من قبل اليوم اللي هي التحصينات الموارسين الصحيين التحصينات الموظفين الموجودين عندنا في دينتا سنتر إيش التطعيمات اللي يجب طبعا يجب تروا ما هي ما هي اختيارية يجب أن يكونوا محصنين فيها طبعا إذا ما كان معلش أنا أقرأ أنا أقرأ التعليقات على طول لأن الصحة مهنية تحتاج كذا الصحة مهنية تراها الآن توا تبدأ إن شاء الله توا ممتدئ في المملكة عموما في وزارة الصحة وكذا وبإذن الله تعالى أننا نشغالين مع الوزارة في تطوير الصحة المهنية في كل يعني نبدأ في وزارة الصحة في تطوير الصحة المهنية في وزارة الصحة بإذن الله تعالى بسبركم علينا ما يصير في مركز صحي ولا يصير في مستشفى ولا يصير في private hospital ولا private dental center إلا وفي صحة مهنية متغطية بإذن الله تعالى 100% بإذن الله تعالى خلاص طيب هذه تطعمات هذه تطعمات تطعمات اللي يجب أنه كل موظف يكون محصن منها ها أنتوا محصنين منها أنتوا بالنسبة ما شاء الله اللي عندنا 668 مشارك لا قلوا لي هل أنتوا fully covered بالتحصينات هذه ولا لا خلنا نتكلم في التحصينات هذه التحصينات هل أنتم متغطين فيها كلها الخمس كلها الخمس يا جماعة أنا ما قصد واحدة بس الخمس كلكم fully covered not all ها من اللادة ما تنفع من اللادة نبغى وقت الوظيفة not all ها لا إن شاء الله طيب لا مو كلها نحن نبغى كلها إن شاء الله زي ما قلنا لكم إحنا نبغى كلها هذه الخمسة وإحنا يكون عندنا فكرة إن الخمسة هذه يجب على كل مار الصحي إنه يكون fully covered بالخمسة دي يعني 100% ideally إحنا نتكلم ideally خلاص كلها قد أخذتوا وقت الولادة بس لازم تنعاد وقت العمل وتتسجل في الملف الصحي طبعا أخذ خلاص صلوا على رسول الله اسمع النقطة هذه مهمة أخذ التطعيم ليس ليس المهم المهم تسجيل التطعيم المهم تسجيل التطعيم في ملف الموظف المهم تسجيل التطعيم في ملف الموظف خلوكم معي هذا هو المهم عشان كده أقول لكم حقا تسجيل 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 I hope so خلاص الحين every 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 healthcare worker should be fully covered with this vaccine should يعني ideally we're talking about 100% coverage of these vaccines خلاص ideally English speakers where are you are you fully covered with this خلاص okay the most important point taking the vaccine taking the vaccine is not the important thing recording recording keep recording of the vaccination doses is the most important point خلاص we need to keep records of these vaccines first dose second dose third dose for hepatitis influenza yearly MMR two doses separated by one month خلاص varizilla the same Tdab one dose خلاص هذه هذه المهم تسجيل التحصينات هذه هو is the most important we register in the employee file dating dating it with dates خلاص طيب طبعا أنتو تعرفونا هذه هذه الهبطائق طبعا في نقطة مهمة هنا عندنا MMR contraindicated in pregnant women or women who plan to get pregnant خلاص MMR التحصين هذا ممنوع على الحوامل لنتبه يا جماع ما أنا بغنى بدأ صحة مهنية not in VR I'm talking about registration in the in the in the registration in the center in the employee health clinic in the occupational clinic in the occupational health clinic in the employee file this is the registration that I'm talking about you will see in next slide why it's why it's important خلاص طيب contraindicated pregnant woman أنتوا معايا هذا MMR والفارزلة بس MMR MMR is contraindicated با نعطي الحوامل أو البنات أو الموظفات اللي ناوين الحم اللي واحد قاد تحاول تحمل با نعطيها ممار معلش نخليها لانتخلص بعد نعطيها لأنه لأنه تيراتوجنك الروبيلة هذا تشوفون العنصر الثالث هذا الروبيلة ازتيراتوجنك يعني مشوه للأجنة بنسبة بنسبة كبيرة أبشر أبشر بقى عشر المهم هذه هي التحصينات نمشي بعدها تعاون مع أهلات الإصابات المهنية مختلفة أسمح بنزيف الجرح دون ضغط ضوص الجرح تحديد المريض المصدر لتقييم العدوى بعد أخذ موافقته خلاص الإبلاغ عن الإصابة المشرف مباشرة الإبلاغ طبعا هذه مهمة نقطة هذه لم يصير في نيدل السك أو شي خصوصا عندنا في ال دينتل سنتر نحدد المريض نفسه لا يطلع قبل ما نأخذ منه تحالي لا يكون عنده HIV ولا Hepatitis B ولا C خلاص بس طبعا بعد أخذ موافقته لات غسل الجرح طبعا أيوة طيب الإبلاغ وكذا طيب عندنا post-exposure prophylaxis for after need stick injury خلوكم معايا خلاص أنا خلص بقي ثلاث سلائدات عفوا علاج وقائمة بعد الإصابة من فيروس الكبد با إيش نسوي لما إحنا نتوقع أنه لما إصار عندنا نيدل stick injury كيف إحنا نحمي الموظف تابعنا من فيروس كبد با كيف نحميه من فيروس الكبد جيم وكيف نحميه من ال-HIV خلاص صوتي واضح صوتي واضح صوتي واضح صوتي واضح طيب فيروس الكبد با طبعا هو المهم هذا فيروس الكبد هبتايتس بي is the most important خلاص لأنه هو الأكثر شيوعا بعد إصابات الوخص بالإبر يعتمد العلاج فيه على حسب حالة التحصين للموظف تابعنا يعني كيف نعالج بعد ما يصير فيه نيدل stick على حسب يعني كيف نتعامل مع موظفنا هذا على حسب التحصين تابعوا على حسب التحصين خلاص على حسب التحصين أوكي على حسب هلو محصن ولا لا على حسب المخطط التالي خلوكم معكم المخطط هذا طيب خلاص هذا أنا عملت يعني باختصارة تمنى أنه يتطور ويكون أحسن ويكون واضح للجميع طيب worker immunization status عند أيضا الموظف تابعنا immunized من الهيباتات بي وش معنى immunized أنه ما أخذ ثلاث دوزز ما أخذ ثلاث دوزز كلها حق الهيباتات بي ومسوين له حلنا تحليل بعدها بشهر وطلع أنه responder طلع الانتيبوديز حقه فوق عشرة هذا نسجل على ملفه إذا هو immunized ولا لا documented responder after complete series إذا هذا الموظف تابعنا لو حصلوا إصابة مهنية وإيش نتصرف لو حصلوا عفوا needle stick injury إيش نسوي إيش نسوي لو ما شاء الله هو متحصن ثلاث تحصينات ورسبوندر وكل شي خلاص إيش نسوي له من ناحية هباتات سبي ننسى ننسى نفكر في هباتات سبي خلاص نروح للأشياء الثاني نروح نركز هباتات سبي ركز في تشايفي ووتيفر تمام هذه واضحة لكم شوفوا أيوة ما نسوي شي هذه أهم حاجة عشان كذا نقول إيش عشان كذا نحن نقول نحفظ التطعيمات حق الموظف نحفظها شوفوا هذه النقطة لولا اللي حنا حافظين هذا هذا الأول هو اللي حنا حافظين ملفه الثاني ذا هو immunized بس إنه by employee report هو قال لكم يوم جاء في العيادة الصحمة هنا أو كذا قال إيش أو إحنا نروح العيادة الصباحين نقول لهم أنه عفوة أنا متطاعب ايوة أنا متطاعب قبل كذا شوفوا شوفوا إيش الجراءات اللي تصير نعمل له نعمل له responding test أو anti-antipatates service test إذا كان more than 10 خلاص ما نسوي شي يعني responder يعني ما نسوي شي الآن لكن لازم نطعمه ونسجل تطعيمات بس في وقت الإصابة المهنية ما نسوي للpatient اللي جاءت منه الإصابة المهنية أو اللي كان النيدل contaminated منه إذا positive source نعطيه جرعة وحدة immunoglobulin ونكمل التحصينات الحين نعمل له بس immunoglobulin لما يكون لما يكون الpatient تبعنا عفوة الpatient source مش negative خلاص initiate vaccinations قال لكم أنا متحصم من أول كذا لازم يسوي تحصينات وتتسجل لازم الفاكسين تسجل طيب لما يكون عند الموظف منهر منهر تعرفونه في الهيباتيس بي اللي مااخذ السيريز مرتين يعني مااخذ ثلاث جرعات وبعدين سوينا له تحليل منهر ثلاث جرعات بعدين سوينا له تحليل طلع منهر 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 بعدين عدراله ثلاث جرعات كاملة وبعدين سوينا للتحليل طلع أقل من عشرة هذا خلاص نختم على منفه وننتبه له الشخص نسبتهم قليلة جدا طيب إذا كان مريض المصدر إذا كان هذا الموظف حقنا لو مافي توثيق التطعيمات هنا مافي توثيق التطعيمات الجينة وعلى من عشرة هذا نعيد التطعيمات نعم إذا مافي توثيق نعيد التطعيمات يا سلام عليكم مهم ثني في م vem إذا المريض مصدر تطعيم هنا في نون nós نعم إلا يظهر ناكل من المناخ One vaccination لا أividade تدورا عادة التطعيمات ترى هذي عملنا لكم في هاتف ترى كمثلا لا يفعل تحت بحث Unvaccination Uncomplete Refuers إذا كان Unvaccinated أو Incomplete أو Refuse Refuers Refuers نأتي هنا positive إذا كان مريض المصدر نعطيه واحدة أمينوغولبين ونكمل الفاكسين إذا كان نقطة في الصورس نعطيه إذا كان نقطة في الصورس نعطيه تمام شوفوا نحفظ له هذي نقطة مهمة معلش لو طولت عليكم آسف جدا لكن نقطة مهمة من خلال هبتيتس بي إذا كان مهو مسجل عندنا مهو مسجل في عيدة صحة مهنية في منفوه مهم سجل التحصينات كلها الثلاثة نحن نعيد التحصينات أو على الأقل إذا قدر يجيب لنا إذا كان يقدر يجيب لنا إذا كان يقدر يجيب لنا التحصينات تابعوا نسجلها خلاص بالتواريخ لكن نحن نتكلم في وقت الإصابة المهنية الآن نحن نبغي تأكد هلو فوق عشرة ولا لا في وقت النيدلستيك إذا فوق عشرة ريح أنفسنا ما نسوي له شيء إذا كان أقل من عشرة نعطيه لكن المفترض المفترض أيدي يلي أنه يأخذ الجرعات وتتسجل وتتسجل في ملفه خلاص ما تنعاد إذا أخذت ثلاث جرعات إذا أخذت ثلاث جرعات و إذا أخذت ثلاث جرعات عفوا وتسجلت إذا أخذت التطعيمات قبل 15 سنة معناته أنه محصن بس إلى متى محصن خلاص عفوا أنا قاعد أطمر من سؤال سواء أخذنا التطعيمات قبل 15 سنة تمام إذا هي ثلاث تطعيمات وسويته تحليل أخذت ثلاث تطعيمات حق هذه الفتاة وسويته تحليل بعدها بشهر أو شهرين وطلعته انه انشاء الله ما فيش كال طبعا في دراسات كثيرة تبين الوينج وف الانتيبوديز وكذا عشان كذا نحن نعمل تروا سنويا من الفحصات السنوية نعمل الانتيبوديز كاونت إذا أكثر من عشرة السؤال اللي بعده عذرا دكتور أكثر من عشرة مو معناته أنه محصن بس إلى متى إحنا الدراسات أثبتت أنه كيف يكون التحصين طول الحياة أنه يأخذ ثلاث جرعات زي كورونا كيف صارت ثلاث جرعات ليش ما كتفين بواحدة ولا ثمتة ولا ثلاث أثبت الدراسات مثلا في كورونا أنه نحتاج ثلاث ثلاث جرعات خلاص عشان يكون عندنا الانتيبودي تعيش فترة طويلة هذه الفكرة فيها عفوا هل هي الهباتيس بي هباتيس بي إميونوغلوبيل هباتيس بي إميونوغلوبيل خلاص هذا زي يعني إميونوغلوبيل نعطيه طيب الانتيبودي تنعمل سنوية ما فيه شكال تنعمل سنوية نعم إذا فيه سورس عندنا والسياسة حقية المستشفى تسمحنا والمختبر سمحولنا ليش لا أنا أعملها في عيانتي أعملها سنويا أنا أعملها سنويا لأنه مهما كان مهما كان التحصين يعني لو قلنا واحد أخذ ثلاث جرعات وطلع بوزء وطلع رسبوندر 95% منهم طلعوا تبقال إذا أنت بديس بس أنا خايف من الخمسة في المئة إذا يكون هذا الموظف اللي عندي هو من الخمسة في المئة عشان كذا في المستشفى اللي نعمل فيه وعيدها سنويا زي ما أعمل السيرولوجيا سنويا طيب خلونا نروح للهيباتات سبي خلاص إحنا عرفنا كيف نخاف من الهيباتات سبي في حالة في حالة نيدل سيك نخاف على حسب التحصين حق الموظف قلوا لي على حسب حالة التحصين إحنا ما نفكر في الموظف حقنا ولا في السورس بيشنت ولا شيء إحنا على حسب حالة التحصين خلاص نجي على الهيباتات سبي إذا السورس بيشنت إذن المريض المصدر اللي جاي عندنا في الدينتل سنتر اللي احنا اشتغل معاه كان نون 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 الشي الثاني لما يكون الباشنط نعرف ان الباشنط هذا مو بنون لكنه يعني مو بمعروف انه عنده نون لكنه نون هاي رسك اللي هما الانجيكشن دراج يوزر من وهاف سكس ومن خلاص هذولا لما يكون أو يكون عليهم أعراب أو ها سيمتم سجست هاي في هاي اللي موجود عندنا منوام أو قاعد يشتغلون في عيادة الأسنان أبشر 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 بعدين الثالثة هاي رسك هاي رسك سيتنغ خلاص طيب بوس إكسبوز البروفيكس الهباتية السي طبعا طبعا في أدوية هذا هاي في وكيف نعمل معاه لو احنا خايفين بعدين الهباتية السي خلاص هاي رسك أنا قلت لما يكون لما يكون إنجيكشن إنجيكشن لما يكون يستخدم المخدرات عن طريق الحقن أو اللي يعمل الرجال اللي يعملون جنس مع رجال وكذا لما نكون نعرف هذه المعلومات هذه حددون هاي الشي الثالث لما يكون مكان الإصابة المهنية في مكان خطير المكان المكان اللي العادة اللي هي زي نيدل ستك فروم شارب وحصل إصابة هاي رسك خلاص طيب طبعا هذه العلاجات حق تخلوها بعدين بعدين هباتاية السي هباتاية السي طبعا ما له أي علاج لما نعرف المريض المصدر عنده هباتاية السي تروا ما نقدر نقوم بس نتابع معه خلاص ويك فور واثناش واربع وشري طيب جولة رصد المخاطر مهنية نحن من عملنا كعيذ الصح مهنية أن نعمل جولة رصد مخاطر مهنية في المصنع التي نشتغل فيه في الشركة في المكان في المركز الصحي في المستشفى في دينتل سنتر نرصد الأشياء عن طريق المرور ما في أي أجهزة ولا شي نسمع لأصوات العالية نلتقط الروائح النفاذة نشوف خطر الدم المخاطر الجولة ومخاطر مهنية كيف نمشي وكيف نعرف تطبيق الإجراءات موضوع هذا مهم جدا لأحب أعطيكم مياه وعند باقي شي خلاص هذه مراجع تبعي هذا الـ program 2019 وكان فيها شيئ كثير جبت من من أبتايت إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وثانك وإعتذر علي شكرا شكرا لكم جميع